يقول السائل يبدأ الدرس بعد صلاة الصبح مباشرة فهل الأفضل متابعة الدرس أم الانتظار حتى أنهي الأذكار بعد الصلاة حضور الدرس أفضل من الاشتغال بالأذكار لأن هذا فيه علم وفيه فائدة والأذكار يمكن تأتي بها بعد نهاية الدرس نعم أو تبدأها قبل صلاة الفجر إذا طلع الفجر تأتي بالأذكار قبل الإقامة لا مانع لأنه طلع الفجر أول النهار وإذا بدأ الدرس حضورك للدرس أحسن من الطواف وأحسن من قراءة القرآن لأن هذه لها وقت آخر ما تفوت بخلاف الدرس أنه يفوت نعم